بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد فيديو الأخير من شهر رمضان مبارك كل عام تمام بخير إن شاء الله ربي يتقبل منه ومنكم صليح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير فيديو تانتا نهاري اليوم أورايح يكون متنوع شوية شوية مكلة شوية قطو وشوية زراعة ما نسوهاش بطبيعة الحال بالنسبة اللي مرهمش أنت غيسي باش يشوفوا مقطع مقطعتها الزراعة أحا نخليه مع الأخر ألغم بدلكم بكل ما عنده علاقة بالكوزينة ومن بعد مع الأخر تشوفوا يحبوا يشوفوا وش التطورات اللي صاروا في الجغدان يتبع معي حتى للآخر إذن أول وصفة نبدأوا بها إن شاء الله هي وصفة الشوفلوغ أحي نتحيروا بالكين الناس ما ياكلوش الخضرة في رمضان بس أنا دايما نسيين دخلالهم لولادي العائلتي الخضرة في رمضان ألغ كي مرة كنت شوفوا هنا كان عندي راس شوفلوغ قطعتوه وحطيتو في الما والملح باش يتنحى كامل الحشرات اللي كين الداخل من بعد خسلتوه نقيتو ملح وحطيتو في الكسكاس ودرتو ييفور توما والحبيتو تغلوه ممكن تغلوه بسحفل كي تغلى يروحو له الفوائد التاعو وكي ما شفتو مقبيل كنت عندي شوية الكروفات في الكونجيلاتور درتها في الما بارد باش نقدر نحيلها القشور ديالها هادو كسيري كوبركت على الكروفات اذا كنت عندكم هذه الكروفات صغيرة تستعملوها ولا تقدروا تستغنو اخا حان ستعمل لنا الكروفات في هذا الوصفة هادية ثم تقدروا تستغنو عن الكروفات تقدروا تحشيو العجيجات بتاعكم ما قد لكم شلو غساتي عجيجنات تتاعشوفلوغ في الكوشة تقدروا تحشيوهم بالفرماج تقدروا تحشيوهم بالجاج تقدروا تديروهم طو سيمبلو بلا ما تحشيوهم وكي ما كنت شوفو دكان ينوجد فلسوس طومات تكون رحية البصل نوجده باش ننخلطه مع شو فلوغ وده كراني ندير في طماطيش مع طماطيش تالبواطا وزيت زيتون وليزي بيس الفلفل الكحل والتم ملح ووريقات رند ننخليه اللاسوس تعنا حتى الطيب كامل وبعد ما يطيب شو فلوغ ملح كماشته عبزته كامل تتعبزه بالفرشيطة ولا بهدية على بوغي بعد تحطوه في طرشونة وتنحوله كامل لما زيته وحتى يليف هاد لاتيكستور هدي لكو تشوفو فيها شغول بطاطا مع عبزة من بعد تحطوه البصل تسيدو له اشو فلوغ ليك تكونوا عبزته بالنسبة للتوابيل لنا استعملت غرف الفلك حلو الملح درت حبا بيد مع دنوس لا شابلوغ هنا ما خرجتش اللقطات على شابلوغ وزيت له الفرماج من بعد تدرتوها كاكويرات وحشيتو لداخل بلا يبليكو هادوكت على كخوفات متوما ولا ما عندكمش لكخوفات ديروا الفرماج ولا ديروا البطاطا ولا ديروا اي حاجة تحبوها لداخل الاختيار يعود ليكم ولا توسنبلمون ديروهم بلا ما تحشيوهم لداخل درتهم في البيض من بعد ج جوزتهم في لاشابلوغ حطيتهم في المولاك غطان دهنتهم شوية زيت زيتهم من الفق وحطيتهم في الكوشة على 180 درجة يطيبو حتى تحمروا كامل خرجتهم انتوما ولا حبيتوا تديروا له لاصوس طمات تفرغوها لو تزيدوا تعودوا وتحطوه في الفرن ممكن انا ما خليتهم سيبا غير خطر عندي ولدي ما يكونش طماتيش خليت كل واحد يسقي وش يحب في لابلات تعوه وكان هذا هو الشكل النهائي في الطبق تاعنا اليوم انتوما تقتلوا تقليوهو لا حبيتو تجوزوه في الفرينو بعد البيض وكانت هدي نتيجة نهائية انا عجبتني بزاف ما مولادي عجبتهم طبق بنين بزاف مصحي وزيدوا لانحيتوا لعكروفات هديك ايولي اقتصادي اباغ البصل اللي يديروها الداخل نقصوا كمية البصل دوك البصل والايروبلاسي الحم في الزاير يعني بختوهم احنا عنا روغ غالي هنا وهذا هو الشكل النهائي تاع طبق تاعنا تاع اليوم ان شاء الله يكون اعجبكم ودو كان جوزو الحلوية اللي دارتهم ريم في العيد صراحة ماشي وحدي اللي خدمت هدي الخطرع عونتني بنتي ما شاء الله حمدو الله لو كن ماشي يلي سلكتني لو كان ما نديرش وش درت كامل بديت لكم بلغو شي تان واد كوكو ماني شاح نعطيكم الوصفة بالتفصيل بس كو حد خرج لكم هنا الفوقة شوفوها درتها فديش افلاكش في القناة ديالي من اللي فيديو اللي اللي درتهم الوصفة روعة 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 دوب في الفم شوفونا عندي مول البيت ما يحبش نواد كوكو بصح هاد الوصفة كلاها ما شاء الله عجباتو بزاف ما فاقل هاش قابلينوات كوكو وزيد بزيادة اقتصادية وما يعني ما فيهاش تعقيدات بزاف تمتم توجدوها بالنسبة لنوع التاني هي البقلوة بقلوة تركية خدمتها بلا باتفيلو كي ما راكو تشوفو راني نوريلكم هنا يا راحت ليل اقطة لولا حطيت سمن في سنة واحطيت اون كوش تاعة دقريبا واحد 14 نورقة تاعة باتفيلو راني نوريكم هنا لاماك اللي نستعملها أنا اللي عايشة هنا في فرنسا انتو ما كولكو تو في اي بلد تكونوا فيه لازم تخيرو لاباتلي ما تتفتتش ما تتكسرش هذه كيلي تخرج لكم روعة أنا هاد لاماك هادي هي اللي لقيتها مليحة هنا بنسبة للناس اللي يعيشوا في فرنسا قوها عند التركي ديروا الطبقة اللولا تعالى على كوش هكا كاك ديركتو مورق ما تدهنوش بيناتهم من الزبدة ولا السمن بحطوا الباكيت تاعةكم تدهنو قبل سنة واحفوا بعد تحطوا الباكيت تاعةكم تزيدوا تعاودوا تحطوا له السمن من فوق من بعد تغطيوه بالح وشو تحبوه كاو كاو ولا مو كسارات مخلطين ولا لوز ولا أنا نحب نرحيه شوية رقيق ماشي هكا كخشين بزاف من بعد تزيدوا لكوش دوزيام تاعة الورقة هادوك تاعة الفيلو تكملوا تدهنوها بالسمن ومن بعد باش تقطعوها وقبل ما تدهنوها شوفوا كيف شرانين ديرانا ياد وكندخلها كامل الاطراف ديالها للداخل هاكده باش تيفيتي ولا ديفوغماسيون وباش تانيك العسيلة هاديك تقعد لكم الداخل شوفوا كيف شرانين راحا ندخلها كامل بال الموس في الاطراف بهاد طريقة شوفوا سيو انتو باش تدو موس القلب بلوتول الضهر تاعة الموس باش ما تقطع لكمش ولاس تشدو هاد الموس هادو ما تعدى سيخ وتبدو تدخلو فلابات بتاعكم بهاد طريقة كامل على الجواني بصير داير حتى تكملوها كامل باش تدهنوها وتقطعوها بالنسبة للحجم تقطعوها كي ما تحبوه أنا نعاون روحي بهاد الميستارة اللي عندي سبيسيال تاعة الكوزينا دايمن نخليها في القجرة تاعة المغارف تاعة يعني اللي نستعملهم القاطو دايمن نستعملها نقيس بها كالحبة تيتو هادي اللي قطعت بها خرجوا لي الحجم تحهم ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف طيبوها على مية وتمانين دراجة ولكن نعاون تستعملوا فنتيلاتور خير بعد تخرجوها هاكا كسخونة تشربوها أنا شربتها بالعسل يعني درت ميلونج بين بقلاوة زيرية والبقلاوة التركية هما يشربوها بالشربات أنا درت لها شوية عسيلة ودرت له شوية مزهر تاني كمان في الحش ورشيتها بشوية مزهر كما شفته مقبيلة هادك العسل اسخنتوا ش شوية بشيت لقروحه وستلوا المزهر تانيك بش يقدر يتخلط معاه رفضت لي واحد الكيلو تعالى عسلها هكاكا تقريبا وشرباته ما شاء الله يعني ما خرجوها لف سنة وان بعد كي قطعتها وقطعتها يعني سوق بلاس هاديك العشية قطعتها لهم كلاو منها شوفوا توراق ديالها ما شاء الله وتقرميشة ما نحكي لكمش انك خوايا بل واحد تقرميشة فيها أنا بزاف انصحتهم الناس اللي يخدموا بلاباطفيلو ما ديروش كي ما احنا تعد زير ورقة بورقة وتبدأوا تده ماش راي حتعطيكم هاد القرماشة وماش راي حتعطيكم هاد التوراق احطي بلكم الى اخر ورقة حتى للداخل هدولي شوفوا ليكوش تعلت حتى وراهم ورقين وهنا كانت الزجد على الصباح بعد ما كملت تزيريات كانت روينا في الكوزينة صراحة ما ما طلعتش نرقد حتى نكملت نقيت كاملة ديك الكوزينة وغطيت تزيريات خليتهم باتوا ليلة كاملة حتى لغدوة مندك بش طيبتهم بالنسبة الوصفة ما في الميتها لكوش بسح ان شاء الله بإذن الله بعد لايد ان شاء الله نع نعودها بسكونا يحبوها بزاف الدار وندرها لكم فيها بزاف تفاصيل والبني وان تاني كدارتوا بنتي سهل ونخلي لكم الوصفة تاني قدرتوا في القناة ندخليها لكم هنالفوقات تخرج لكم وهذه هي التجميعة تانا تاع حلويات العيد يعني كانوا ديغسات كين اللي درتهم ديجا في القناة وكين واحد اخرين ما درتهم مش سابلي بخيستيج اللي كنت درتوا العمليفات للتيك توك وزد حتيتوا تانيك في اليوتيوب اللي قلت فيها القديم حبوه جديد ما تفرط فيه درتوا مع ساب هادي الباقلا واليش فيناها مقبل شوفوا هادو كاف الدو خير بس كمقبل كنت كانت شوية ضلمة كنت في الليل يعني كنت في الميتها لكم في الليل دوك مع الدو رهيت بان خير توراق ديالها روي بان خير وخير هادو مالي غوشي اللي كون درتهم دانيك في القناة ننصحكم انكم جربوا لغسات بزاف بنينا روعة روعة سيختوا مع شوكولة يعني قلاساش تاع شوكولة منصحكم جديروا طليا مسحولا كنتوا تحبوا الطليا ممكن تجربوها بالطليا ودوكا لحقنا ليزال جغيان ولا تز الناس يحبوها هادي الوصفة تخرج روعة روعة ان شاء الله قوت لكم ديالكم ان شاء الله الوصفة من بعد لابات اتحاد تخرج خوستيون طول داخل مع سلين حتى القلب درتهم بزاس دو سيترون وهذا البنيون الغني عن التعريف نحط لكم الوصفة هنا الفوقات بان لكم وهادو تانيك ليصاب لي بخيستيج معا كي كيكملنا من هاد الابات عينا وتعبنا وكرهنا حياتنا درنا هاتو ما كانوا هادو لو قطات باك مورقة الكواليس مرتحكم شوية مع اياا هادوك ماشي عينا وتعبنا ببرت الترنة باك ليصاب ليحشيناهم بالبريستيج وغلفناهم بشوكولابلون وكان هادو هما اللي غصت نهار اليوم دو كان نتقلوها للمنطقة الجغدان ان شاء الله تشوفوش تطورات اللي درناهم ان شاء الله هاد ثمانة والثمانة اللي كانت قبل منها جمعت لكم شوية شوية من كلش كما قلت لكم هادو اللقاطات تاع بلوزيور جوغ بلوز كدو سمانات تقريبا واحد سوات سمانات وانا نفيلمي ونخبي في الفيديو وحتى قدرت لكم فيديو واحدة كما لكم تشوفوا هادو اللقاطات تاع الافخيز راني رح نزرع الافخيز في الارض هادية بعد ما نحرضها شوية نخدمها شوية من بعد نفتت هاد الافخيز كانت عندي في البالكون كان لازم علي نقطحها ونعود نزرحها في الطربة هادية هاديك شرادة المغبونة مسكينة ما نعرف بلا تكمل تنجح ما وحتى راهي ماتت جبلير بقصدها ونحيت لها سيباريت لها الغاسين مع الراس كي كنت مزرع فيها حسيت حاجة بيزا خسرات تبين متأكدش هادي صافة دوكم شوفوا القلب ديالها وليزي دي كبر هادي تانيك رحي صافة نشوف فيها مازلها حية سينوغ ما ليموتو لها ليكوتي هادوك هادوك هادي مش كتش تنجح لو اعلم مي منا نحس بك إن ينشوف فيها حالا مشكوك فيها حالا تانيك كيف هادوك 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 نسوق على لديه الحاجة و هذه أخرى ملاحة قلت لكم هذه التجربة لأنها قمت بشريتها من المارشي لقد قمت بخليتها في الدار وقت يومين إلى ثلاثة يومين إلى ثلاثة يومين شاهدوا هنا كنت شريت الكرافص كما تشريت منه هذا النعناع هذا النعناع هذا النعناع كما تشريت منه ونبعد در توفل ما ينبت ونشوفوا ما شاء الله لغاسين إلى خرج وكاننا راح نزرع هنا ونشوفوا النتيجة كيف شغيرها تكون بسم الله وهذا كان شكل نيسي